بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدس الثاني والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله مبارك كبير ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه في باب صفة الحج والعمرة ووقفنا في لقائنا السالف عند قوله بعد الحديث عن الرمي ثم ينحر هديا إن كان معه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه النسك الثاني الذي يفعل من أنساك الحج يوم العيد هو نحر الهدي لمن كان معه هدي فإذا فعل النسك الأول وهو رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فإنه ينحر هديه إن كان معه هدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر هديه عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب المستحب نعم ويحلق أو يقصر من جميع شعره هذا هو النسك الثالث من الأنساك التي تفعل يوم العيد وهو الحلق أو التقصير حلق جميع الرأس للذكر أو أن يقصر من جميع شعره بأن يقص من جميع شعر رأسه ولا يكفي أن يقصر من بعضه ويترك البعض الآخر كما يفعل بعض الجهال أو بعض المترخصين لأنه يأخذ جانباً من شعر رأسه ويترك بقية الجوانب فهذا لا يكفي لأن التقصير بدل عن الحلق والحلق يعم الرأس فكذلك التقصير يعمم به الرأس وليس المراد أنه لا بد أن يقص من كل شعره بل المراد أن يقص من مجموع شعر رأسه من المجموع لا من الجميع لا من كل شعره هذا هو التقصير ولكن الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين ثلاث مرات واستغفر للمقصرين مرة واحدة فدل على أن الحلق للرجل أفضل من التقصير ولأن الله جل وعلا قدمه في الذكر على التقصير فقال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين نعم حسن الله إليكم قال وتقصر منه المرأة قدر أنملة أما المرأة فلا حلق عليها ولا يجوز لا حلق رأسها وإنما يتعين في حقها التقصير ومقداره قدر أنملة يعني قدر مفصل من مفاصل الأصبع لأن الأصبع يتكون من ثلاثة مفاصل كل مفصل يقال له أنملة إلا الإبهام فإنه مفصلان فقط أي أنملتان فقط فالمرأة تقصر من رؤوس شعرها بأن تجمع شعرها وتقص من رأسه قدر أنملة الأصبع نعم ثم قد حل له كل شيء إلا النساء إذا فعل إثنين من ثلاثة عندنا الآن رمي الجمرة نعم وعندنا حلق الراسة والتقصير وعندنا طواف الإفاظة إذا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الكامل وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الاستمتاع بزوجته نعم أما إذا فعل أثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء فلا تحل له امرأته أن يستمتع بها حتى يأثي بالأمر الثالث من المناسك وهو الطواف نعم قال والحلاق والتقصير نسك ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنح الصحيح أن الحلق أو التقصير نسك وليس هو تحللا من محظور كما يقول البعض وإنما هو نسك من مناسك الحج ووقته موسع إن شاء فعله في يوم النحر وإن شاء أخره ولا يلزم بتأخيره ولا بتقديمه على الرمي والنحر شيء لأن هذه الأنساك الأربعة التي هي الرمي ثم ذبح الهدي ثم الحلق والتقصير ثم الطواف هذه الأربعة إذا فعلها مرتبة على هذا النمط فهذا هو الأفضل وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر من هذه المناسك الأربعة إلا قال أفعل ولا حراج نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم يفيض إلى مكة ثم إذا فرغ من هذه المناسك الثلاثة التي هي التي هي الرمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلقة والتقصير فإنه يفيض إلى مكة يعني يخرج من منا إلى مكة ليفعل النسكة الرابع وهو طواف الإفاظة ولا بد من التنبيه إلى أن النحر لا يتعين أن يكون في يوم العيد إذا فعله يوم العيد وبعد رمي جمرة العقبة فهذا أفضل وإن تأخر عن يوم العيد فإنه يجوز إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كل هذا وقت لذبح الهدي فيذبحه متى شاء من هذه الأيام يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده قال ثم يفيض إلى مكة يعني يخرج من منا إلى مكة لطواف الإفاظة فإذا وصلها يطوف القارن والمفرد القارن بين العمرة والحج والمفرد للحج بنية الفريضة بنية أن هذا الطواف طواف فريضة وليس هو طواف قدوم ولا طواف تطوع وإنما هو طواف فريضة وركن من أركان الحج نعم قال ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاظة يسمى طواف الإفاظة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر كلها أسمى لهذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج نعم وأول وقته بعد نصف ليلة النح ويسن في يومه وله تأخيره نعم طواف الإفاظة محدد البداية فيبدأ فيبدأ وقته من منتصف الليل ليلة النحر ليلة العاشر من منتصف الليل حين يدفع من مزدلفة ويستمر إلى ما لا نهاية يعني آخر وقت طواف الإفاظة ليس له حد فله تأخيره له تأخيره عن أيام التشريق له تأخيره عن يوم العيد وله تأخيره عن أيام التشريق وله تأخيره في شهر ذي الحجة أو بعد شهر ذي الحجة فهو وقته محدد البداية وليس محدد النهاية ولكن كل ما قدمه فهو أفضل نعم ثم يسعى بين الصفاء والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم نعم طواف الإفاظة هذا واجب على كل حاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا وأما السعي فإنه إن كان متمتعا يلزمه السعي لأن السعي الماضي للعمرة والمتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج أما إن كان قارنا أو مفردا فهذا إن كان سعى بعد طواف القدوم فإنه ليس عليه سعي بعد طواف الإفاظة وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاظة فالقارن والمفرد يخير كل منهما في أن يقدم السعي بعد طواف القدوم أو يؤخره بعد طواف الإفاظة نعم قال ثم قد حل له كل شيء فإذا فعل النسك الرابع وهو طواف الإفاظة أو بعبارة أخرى إذا فعل النسك الثالث بالنسبة لما يحصل به التحلل نعم فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والاستمتاع بزوجته كل شيء حرم عليه بالإحرام فإنه يحل له إذا فعل الثلاثة رمي الجمرة العقبة والحلق أو التقصير طواف الإفاظة والسعي بعده حينئذ حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام نعم ويسمى بالتحلل الثاني نعم قال ثم يشرب من ماء زمزم لما من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد إذا فرغ من طواف الإفاظة إذا فرغ من طواف الإفاظة فإنه يمر على زمزم ويشرب من مائه لأن هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من ماء زمزم لما أحب من الأغراض لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فيشربه لما أحب من خيري الدنيا والآخرة لأنه ماء مبارك ويتضلع منه يعني يكثر منه حتى يمتلئ منه بطنه نعم ويدعو بما ورد ويدعو عند شربه بما ورد ومنه اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاءا من كل داء اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك هذا الذي ورد أن يقال عند شرب ماء زمزم نعم ثم يرجع فيبيت بميناء ثلاثة ليان فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي فإنه لا يبقى في مكة بل يرجع إلى ميناء ويقيم فيها أيام التشريق يقيم فيها يوم العيد وأيام التشريق ليلا ونهارا ما بقاؤه فيها بالليل هذا واجب وأما بقاؤه فيها بالنهار فهذا سنة ثلاث ليال يبقى فيها يبيت فيها ثلاث ليال المبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا واجب من واجبات الحج لمن تأخر إلى اليوم الثالث عشر أما من تعجل فإنه يكفيه أن يبيت فيها ليلتين ليلة الحادي عشر والثاني عشر كما يأتي فلو ترك المبيت فإنه يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج إلا إن كان له عذر شرعي يمنعه من المبيت نعم قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات سبق المبيت وأنه واجب من واجبات الحج والمبيت ليالي أيام التشريق في ميناء كذلك من الأعمال التي تعمل في ميناء أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث يرمي الجمرة الأولى وتسمى بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات كما سبق في رمي جمرة العقبة سبع حصيات مثل الخذ أكبر من الحمص ودون البندق بسبع حصيات متعاقبات يرفع يديه يرفع يده يرفع يده مع كل حصات ويقول الله أكبر ويجعلها عن يساره يعني إذا فرغ من رميها فإنه يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويميل عن الجمرة الصغرى التي رماها يميل عنها إلى جهة الشرق يجعلها عن يساره ثم يقف بعدما يخرج من الزحمة ويبعد عن رمي الحصاء يقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو ويطيل الدعاء نعم قال ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلة نعم يعني إذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى فإنه يندفع عنها إلى جهة الجمرة الوسطى ويجعل جمرة الصغرى عن يساره ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا طويلا نسبيا كل ما أطال حتى إن بعض الصحابة دعا بمقدار قراءة سورة البقرة نعم فمن قال يا شيخ إن جعلها عن يساره لأن الوادي كان على تلك الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واليوم منه وموضع الجمرات كلهم بسط لكن الوادي أصله موجود الوادي أصله موجود نعم قال ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده مع كل حصات ويقول والله أكبر كما رمى الجمرة الأولى الصغرى نعم ثم جمرة العقبة فإذا رمى الجمرة الوسطى أيضا فإنه يتأخر عنها متوجها إلى جمرة العقبة ثم يقف ويدعو طويلا رافعا يديه كما فعل عند الجمرة الصغرى ثم يمشي إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة ويجعلها عن يمينه يجعل الجمرة عن يمينه ويستفطن الوادي يعني يدخل في بطن الوادي فيرميها من جهة الوادي هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت في جبل ولا ترمى من أعلى وإنما ترمى من جهة الوادي أما لما زال الجبل أما لما زال الجبل أن أزاله ولي الأمر من أجل أن يتوسع المكان للناس فإنها ترمى من كل جهة ترمى من كل جهة تتيسر بل إن السلف كانوا يرمونها بعضهم يرميها من الجهة العليا إذا اشتد الزحام نعم سلام الله إليكم قال ويستبطن الوادي ولا يقف عندها إذا رمى فرى من جمرة العقبة فإنه يمضي وينصرف ولا يقف للدعاء عندها كما وقف عند الجمرة الصغرى والكبرى جاء الجمرة العقبة ليست محل دعاء قالوا لأن العبادة قد انتهت والدعاء في وسط العبادة وفي نفس العبادة أفضل من الدعاء بعد العبادة نعم قال يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا يفعل هذا الفعل وهو رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل جمرة بسبع حصيات ويقف عند الصغرى والكبرى ويدعو يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال أي أن الرمي في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال وليس مثل رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدأ بعد منتصف الليل جمرات الثلاث في أيام التشريق يبدأ الرميها من الزوال فلا ترمى من الضحاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في أيام التشريق حتى تزول الشمس ثم يرمي وكان أصحابه رضي الله عنهم ينتظرون في أيام التشريق حتى تزول الشمس ثم يبدأون الرمي فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال كما يقوله بعض الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من هذا الدين إلا بينه لأمته عليه الصلاة فلو كان الرمي قبل الزوال في أيام التشريق جائزا لأذن به أو فعله عليه الصلاة والسلام ولم يرد أنه أذن به لأحد ولم يرد أنه فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من أصحابه فدل على أنه لا يجوز قبل الزوال نعم حسن الله إليكم قال فإن رماه كله في الثالث أجزاءه ويرتبه بنيته إن أخر رمي الجمرات رمي اليوم الأول اليوم الحادي عشر ورمي اليوم الثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر جاز له ذلك لأن الوقت كله وقت للرمي لكن يرتبه لكن يرتبه بأن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر أولا مرتبة ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الثاني عشر مرتبة ثم يعود فيرمي جمرات اليوم الثالث عشر مرتبة هذا يجوز وفي هذا متسع في هذه الأيام للذين يجدون مشقة وزحمة وخطر في أيام التشريق لهم أن يؤخروا الرمي إلى أن يخف الناس ويرحل الناس في اليوم الثالث عشر لأن الناس أغلبهم يتعجلون في اليوم الثاني عشر فيكون في اليوم الثالث عشر فيه متسع وفيه رفق بالناس نعم حسن الله إليكم قال فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم إن أخر الرمي عن اليوم الثالث عشر إن أخر الرمي عن اليوم الثالث عشر فإنه فاته الرمي لأنه انتهى وقته ولا يقضى بعد فوات الوقت لكن يكون عليه دم يعني فدية فدية جبران لأنه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه الفدية وكذلك من ترك المبيت بميناء ليالي أيام التشريق من غير عذر شرعي فإنه يلزمه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا فعليه دم نعم قال وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ خَارَجَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْمَبِيْتُ وَالْرَمْيُ مِنَ الْغَدِ رمي الجمرات ثلاثة أيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والمسلم مخير في أن يستكمل الثلاثة الأيام بالمبيت والرمي وهذا أفضل وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد تأخر إلى اليوم الثالث عشر ومن أراد التعجل فإنه إذا رم الجمرات الثلاث بعد الزوال من يوم الثاني عشر فإنه يجوز له أن يرحل من منا وينهي حجه لكن بشرط أن يخرج من منا قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر فإن أدركه الغروب وهو في منا لم يرحل فإنه يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر لأن من شرط التعجل أن يرحل من منا قبل غروب الشمس فإن لم يرحل وأدركه الغروب فإنه يلزمه المبيت ولا يكفي أنه ينوي النفور كما يفتي به بعض الناس الآن النية ما تكفي لا بد من الفعل لا بد من الرحيل قبل الغروب لكن لو رحل وحمل عفشه وسار في الطريق يريد الخروج لكن تباطى في السير أو وجد زحمه ولم يتمكن إلا بعد أن غربت الشمس فإنه يخرج ولا حرج عليه لأنه قد رحل أما لو كان باقيا في الأرض ولم يحمل عفشه ولم يتحرك للرحيل ويقول أنا ناوين أنا ناوين الخروج وتكفي النية هذا غلط ولا يكفي نعم حسن الله إليكم هل في قول الله تعالى لمن اتقى إشارة لأن البقاء أفضل البقاء أفضل ما في شكل لأنه فيه زيادة عمل ولأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه المراد بهذا نفي الإثم فقط وإلا فالتأخر أفضل لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والآية جاءت فيها رد على أهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية لا يرون التعجل لا يرون التعجل فالله رد عليهم بأن من تعجل فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه كما في قوله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما أراد بذلك نفي ما حصل عند بعض المسلمين من السعي لأنه كان على الصفى صنم وعلى المروة صنم في أيام الجاهلية فكره المسلمون السعي بين الصفى والمروة لأنهم كانوا يتذكرون وجود الصنمين فالله جل وعلا أزال هذا الحرج أزال هذا الذي وقع في نفس بعض المسلمين فلا جناح عليه أن يطوف بهما لماذا؟ لأن الصفى والمروة من شعائر الله ولا يضر ما عرض من وجود الأصنام ثم زالت ولله الحمد فهذا مثله أيضا فيه رد على أهل الجاهلية الذين لا يجيزون التعجل في أيام التشريق وإلا فالتأخر أفضل وقوله لمن اتقى أي أن هذه الرخصة وهي رخصة التعدل لمن اتقى الله في مناسك الحج ولم ينقص منها شيئا وأداها كما أمر الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر